نفى مصدر مسؤول وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر لتبحث حول التهدئة بقطع غزة كما نفى المصدر أيضا قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة وأكد المصدر أن ما يتم تدوله بشأن مقترح التهدئة هو تسريبات إسرائيلية للتعطي على خطاب نيتانياهو بالكونغرس مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس بالدعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين وأكد المصدر أن نيتانياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس بالدعاءات تكثيف عمليات الإغاثة بالقطاع وتحقيق تقدم بالهدنة ترجمة نانسي قنقر